ما حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم زيارة قبور الصالحين السفر لأجل زيارة قبر من القبور قبر الأنبياء وغيرهم حرام لأن هذا من وسائل الشرك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فالسفر للمساجد ما هو للقبور حصر السفر للعبادة حصره في ثلاثة مساجد فالسفر إلى غيرها من باب العبادة لا يجوز أما السفر للتجارة وطلب العلم وزيارة الأقارب والنزاة المباحة هذا لا بأس به إنما سفر العبادة لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة فقط نعم